اهلا بحضراتكم مشاهدينا ببرنامج العيادة النهاردة مع حضراتكم هنفتح ملف من اهم الملفات اللي بتهم كل بنت وكل سيدة مش بس في مصر في الوطن العربي بل والعالم النهاردة هنفتح مع حضراتكم ملف تأخر الانجاب عند السيدات الملف ده في العديد من المشاكل المشاكل اللي بتواجه السيدات في كل مكان لكن ايضا النهاردة هنفتح معاكم تطور العلمي الكبير في هذا الملف معنا النهاردة منورنا في العيادة لأستاذ الدكتور حسام الشنوفي أستاذ أمراض النسا والتوليد جامعة القاهرة الأصر العيني وزميل الكلية الملكية البريطانية لأطباء التوليد وأمراض النسا وايضا استشاري تأخر الانجاب والحقن المجهري بمراكز ساندرايز للخصوبة أهلا بك دكتور أهلا بحضر منورنا ربنا يخليه في الحقيقة لو عددنا يا دكتور كم المشاكل اللي بتواجه السيدات اللي طبعا بتكون سبب في تأخر الانجاب لا حصر لها سواء العادات السيئة اللي بنتبهها أو بنتورثها من الناس عندها تجارب أو حتى طبعا المشاكل الصحية عايزة أبدأ مع حضرتك كده أسباب كده ممكن نقول عريضة لتأخر الانجاب بنقسمها إلى أسباب مع الزوج أو أسباب في الزوجة أسباب الزوج طبعا هي ضعف في النطفة أو مشكلة في الحيوانات المنوية مش تخصصنا النهاردة تمام بالنسبة للزوجة بنقسمها يا إما مشاكل في التبويد يا إما انسداد في الأنابيب يا إما مشاكل في تجويف الرحم يا إما مشكلة في عنق الرحم تمام طيب خلينا نبتح مع حضرتك النهاردة مشاكل التبويد واللي في الحقيقة في الحتة دي بالتحديد تطور العلمي جدا جدا وبقتش تقريبا المشاكل اللي بتواجه التبويد صعبة حلها البداية بقى مشكلة التبويد إيه اللي ممكن حضرتكو تقدروا تحلوها وإيه اللي بتتاخد خطوات منها هو أحب بس أنوه أن ساعات كتير بيقى في الحقيقة ما فيش مشكلة واضحة لنا اللي هو بنسميه unexplained infertility أو التأخر الحمل لأسباب غير معروفة يعني كل التحديد لفحوصات كويسة بس فيه تأخر حمل وده على فكرة معظم حالات تأخر الحمل بالنسبة لحالات تأخر التبويد برضو بتتقسم لحاكتين يا إما مشكلة في التبويد لأن المبيض ما فيهوش مخزون من البيضات يا إما فيه مخزون بس المبيض مش عارف يوصل البويدات لمرحلة النضوك المبيض مش بيصنع بويدات جديدة على عكس الراجل الست مولودة بمخزون من البويدات المخزون دوت بيتناقص مع الوقت وكل واحدة حيبقى ليها عمره معين إحنا ما نعرفوش بيبدأ يقل العدد ومع نقصان العدد بيبقى فيه نقص كمان في الجودة ده بتقريبا من سن قد اللي هو في المنطقة العربية ومصر بتبقى حوالين خمسين سنة لو فيه مشكلة في مخزون المبيض من البيضات بيبقى المتاح ليه نعمله قليل مش كتير في الحقيقة لأن ما نقدرش نصاد مع بويدات جديدة إنما التقدم كله والفايدة كلها في الحالات اللي عندها مخزون كويس بس المبيض مش عارف يوصلهم لمرحلة النضوط طب هل فيه أسباب معينة أن المبيض ما بيتعاملش زي الحاجات الطبيعية أو زي الناس الطبيعية فيه أسباب محددة للموضوع ده أشهر الأسباب هي تكييسات متلازمة أعراض تكييسات المبايد وهنا دائماً لما بنقول تكييسات المبايد الستات بيبقى فاكرة إن ده معناه إن فيه ده مرض عضوي يعني فاكرة إن فيه أكياس طلع على المبيض هو مش مرض عضوي هو مرض وظيفي إن المبيض مش عارف يوصل البيضة لمرحلة النضوط البيضة التي توصل لمرحلة معينة تقف عندها فالبيضات الصغيرة دي تتكوم في المبيض لما نعمل سونار نشوفهم متجمعين كده فبندي اسم تشبيه اللي هو تكييسات المبايد لما هو مش مرض عضوي يعني حضرتك تقصد إن هو سهل حله يعني مع الوقت ومع الاتباع النظام المحدد مع الطبيب سهل حل المشكلة له حال تمام كويس جدا طيب أروح مع حضرتك النهاردة للحقن المجهري مين اللي ينفع مع حقن المجهري وببساطة شديدة كده نقول للناس يعني إيه حقن مجهري حقن مجهري ده معناه إن إحنا وصلنا لمرحلة بنقول للست ديات إن في حدود علمنا مش حينفع يحصل حمل بالطريقة الطبيعية وبقول في حدود علمنا لأن ما فيش حاجة مية في المية تمام بس إحنا كأطباء ده اللي إحنا نقدر نقوله دلوقتي إن ما فيش فرصة للحمل بطريقة طبيعية فإحنا محتاجين ناخد بوايدات نتجة من عندك ونحقن فيها حيوان منوي تحت المجهر يحصل التخصيب عشان كيف نسميه حقن مجهري ولما الجنين ده يوصل لمرحلة متطورة أو مرحلة معينة يعني من الارتقاء بنرجعه تاني في تجويف الرحم ونأمل إن يحصل حمل كويس جدا الاستعداد علشان السيدة تبدأ في خطوات الحقن المجهري حضراتكم بتستعدوا بيها إزاي دي بتبقى بروتوكولات معينة معظم السيدات بيبقوا فاكرين إنها عملية بتتحدد المعد في يوم ما بنقبلها لا هو برنامج بيبقى على مدار فترة زمنية معينة تمام الغرض منه تنشيط المبيضين علشان نجيب عدد مناسب من البوايدات لا نقدر نجيب عدد كبير قوي وفي نفس الوقت أكيد لو عدد قليل يبقى ما عندناش أحسن فرصة للنجاح فالبرنامج دوت بيتم على فترة زمنية زي ما قلنا بيحتاج وبيتطلب متابعة المتابعة دي بتبقى زيارات بالسنار وساعات بتبقى تحليل معينة لحد ما نوصل للبيضات بالحجم المناسب نبدأ نحدد معادة العملية الأولينية اللي هي السحب البيضات هي مش عملية بالمعنى المفهوم مش فتح بطن هي بتطم عن طريق السنار المهبلي أو النسائي بس بندخل إبر نوصل بها للمبيضين نشفط البيضات دي فطبعا دي حملية مؤلمة فبتحتاج بنج خفيف دي العملية الأولينية ناخد بقى البيضات زي ما قلنا وده بتتم في المعمل ويتم الحاق المجهري والأجنة بتتخصب بتبقى في حضنات معينة ومتخصصة وبعدين العملية اللي بعدها هي نقل الأجنة داخل الرحل كويس جداً في استعداد بعققير معينة وبنظام معين قبل عملية الحقن المجهري وأثناء وبعد نبدأ مع حضرتك كده يعني الطريقة بتمشي زي في العققير الأساسية اللي هي حقن العققير ديت نوعين النوع الأول اللي هو تنشيط التبويض ودي بتبقى حقن غالباً عضل دي بتنشط المبيضين علشان نطلع بويضات ولكن مش زي تنشيط التبويض العادي اللي بيتم العلاقة الزوجية احنا عايزين نجيب عدد أكبر علشان فيه احتمالية أن مثلاً علشان احنا عندنا عايزين نجيب عدد أجنة أكتر علشان نزود لنفسنا فرص النجاح دي كانت البداية خالص بعدين استضمنا بمشكلة أن البويضات دي ممكن تخرج تلقائياً وحدها قبل ما نلحق احنا نجمعها تخرج منين؟ تخرج من المبيض هو في الفيسيولوجيا الطبيعية البويضة بتتكون في المبيض لما توصل للندوق هي بتتكون داخل حويصالة أو كيس صغير الكيس دواتي منفجر عشان يلتقطها الأنبوبة أيوة تمام وده ممكن يحصل في أي وقت فكانت في البداية دي مشكلة يعني ممكن فجأة نلاقي نفسنا مضطرين أن احنا نزل الساعة 2 بالليل نلحق نسحب البيضات دي أو ممكن ندخل لقيها خلاص خرجت مش قادرين نجمعها طب وهل السيدة بتبقى يعني عندها بعض الحاجات اللي بتبين ده لكن الكلام ده زمان ده زمان ده أول ما بدأ موضوع الحر فظهرت حاجة فكتي احتمالية أن مثلاً ما يلحقوش ده في الديع الموضوع دلوقتي ما بقاش موضوع ما بقاش فيه كلام ده لأن احنا دلوقتي بقين عندنا نوع تاني من الحقن بتسكت غدة معينة في المخ الهايبوثالمس أو التحت السريرية الغدة التحت السريرية دي عاملة زي المايسترو هي دي اللي بتتحكم في دورة الهرمونات عند الست اللي مسؤولة عن التبويض وخروج البويضة والحاجات دي كلها فبندي بقى حقن علشان تسكتها خالص يبقى المبيضين دول تحت سيطرتنا بتعبير مجازي بحس ان احنا عارفين البويضات مش هيطلعوا زي لما احنا ندي نوع من الحقن يدي اشارة للبويضات انها يكتمل النضوك بتاعتها ونسحب البويضات دي في فترة زمنية معينة بعد الحقن اللي احنا بنسميها او مش احنا يعني الناس تعرفها باسم الحقن التفجيرية الحقن التفجيرية دي بتتاخد يعني كورس محدد على حسب كل حالة وتوقيت بقى معين دي من ضمن الكورس يبقى اول نوع من الحقن حقن تنشيط التبويض كلمنا عنه كلمنا على الحقن اللي بتسكت الغدة التحت السريرية او الهايبوثالمس ودي بتبقى حقن تحت الجلد والنوع التالت الحقن اللي هي الحقن التفجيرية اللي بنحدد بقى معادل عملية على اساسها او العكس بنقول عملية تبقى كذا يبقى بالتالي هناخد الحقن يوم كذا يوم كذا طيب اثناء بقى العملية وقصة دي اللي اوقات بتبقى السيدات بتبقى خايفة وبتتناقل الخبرة من واحدة للاخرى وطبعا كل حالة بتختلف يعني مفيش حالة شبهة تانية ابدا الفترة الاعداد دي بقى يا دكتور يعني بعد الحقنة وبعد كده داخلين العملية والتهيئة لكل التفاصيل دي بتمشوها ازاي الخطوات فيه انواع مختلفة من البروتوكولات فيه بروتوكول بياخد مدة زمنية اطل شوية اربع اسابيع فيه بروتوكول ممكن ياخد مدة زمنية اقل تلت اسابيع اختيار البروتوكول حسب حسب الكاركترز او حسب حالة الحالة دي السن المخزون المبيض من البيضات عندها تكايسات على المبيض ولا لأ كل مركز كمان بيبقى له خبرة داخلية بتاعته يعني بمعنى ايه علميا نسبة النجاح ما بين البروتوكولات المختلفة قريبة من بعض ما فيش بروتوكول اكيد نسبة نجاحه اعلى بكتير من التاني اللي بيفرق ايه اللي بيفرق ظروف الست اللي بيتمر بالتجربة وخبرة المركز ده وممكن عنصر تارت اللي هو توفر الادوية المعينة البروتوكول ده زي ما قلت لازم فيه متابعة بيبقى فيه تغييرات بسيطة ممكن تحصل من زيارة الى اخرى في جرعات الادوية دي الادوية الاساسية ولكن ممكن بيبقى فيه ادوية مساعدة لها غير الحق ادوية مساعدة لها برضو بتتغير من حالة سيطة التانية اكيد طبعا طيب دلوقتي عملنا تقريبا العملية او جهزنا للعملية المتابعة بعد العملية علشان نعرف ان الحمل مثلا خلاص ثبت في مكانه وبدأت البروتوكولات بقى الطبعية تمشي المتابعة برضو في الجزء ده بالتحديد علشان تكمل الصورة زي ما السيدة قامت بالموضوع على اكمل مكان بعد نقل الاجنة وبالمناسبة نقل الاجنة بيتم يقيمة بعد 3 ايام من سحب البيضات يقيمة 5 ايام على اساس ايه؟ على اساس عدد البيضات وجودة الاجنة اللي موجودة عدد الاجنة وجودتها اللي موجودة طبعا كل ما المركز بيتقدم اكتر وكل ما الظروب تكون احسن بنبقى دايما بنأمل ان احنا ننقل عند اليوم الخامس علشان نسب النجاح اعلى لان الجنين اللي وصل اليوم الخامس هو حالته احسن فيه احتمالية انه يكمل بالضبط يعني عدد من مصفة طبيعية اللي هي ما بين اليوم التالت لليوم الخامس فبالتالي نقدر ننقي انواع اجنة افضل فطبعا لما بيتحسن المعمل وبتتحسن نوعية الحضانات بيبقى معظم الحالات نقل اليوم الخامس كويس جدا هل في اسباب ممكن تكون مثلا سبب انها ممكن تعمل اي مشكلة بنلاقي او بنسمع كده بعض الاخطاء الشائعة اللي بتؤدي الى ان هما يعيدوا الحقن مرة تانية او يعملوا يحلوا مشاكل مرة تانية هل في اسباب ممكن تكون من ناحية مثلا السيدة بتعملها ممكن تكون خطئة اكتر حاجة بنقابلها دايما المفاهيم الخطئة اللي بتكون عندها او طبعا بقى في انترنت والناس بتقرأ بس مشكلة وده مش غلط ويكن المشكلة اللي بيقرأ دايب أعرف ان هو اكيد مش معنى انه قرأ يبقى هو بقى ملم بالموضوع فدايما بتلاقي ان هما مركزين اكتر زوجيه المركزين اكتر مع المعلومات اللي عندهم وبيلخمهم عن التركيز في الطلبات او الارشادات اللي قدامه فتلاقي بقى اخطاء في مواعيد اخذ الادواء هو ده الالتزام بشكل عام بالزبط ممكن يخلي العملية تتعاد تاني لو ممشناش زي ما الدكتور لان عملية حساسة جدا ودقيقة قوي بالمواعيد وبالمتابعات طيب بيقال ان في ممكن تكون بعض السلبيات للمنشطات دي هل الموضوع ده صحيح ولا لا؟ كوانس احاك سألت سؤال ده لان برضو دي من الحاجات اللي بتبقى مفاهيم خاطئة او موجودة جدا هو احنا عايزين انتفق على حاجة ان هو ما فيش اي دكتور في الدنيا حيكتب اي علاج فيه ضرر يعني هو في حل ان هو يعمل حاجة زي كده فهو بدام دكتور كتب ده وبداية الكلام خاصة ما تبقى حاجة عالمية فهو ما فيهوش ضرر الحقن دي المفعول بتاعها وقتي يعني ما هواش حاجة دائمة دي النقطة التانية تمام الحاجة التالتة ان الضرر الوحيد من ادوية تنشيط التبويض ومن الحقن دي ان لو الجرعة قدت الى حاجة اسمها التنشيط الزائد او فرط التنشيط يعني عدد البويضات يبقى كتير بتعمل قصة كده معينة دي اللي ممكن يكون فيها خطر ودي من المهام الاساسية لاستشاري اطفال انابيب وللحقن المجهري ان هو عارف ضبط الجرعة دي المشكلة فرط التنشيط في منها النوع الطفيف او المتوسط او الجامل الطفيف ده ممكن يحصل في 30% من الحالات ده 30% حتى بالرغم من كل شيء صح ممكن يحصل الطفيف وده بيعدي بسهولة مهمة الطبيب ان هو يتلافق النوع المتوسط او النوع الشديد نشكرك شكرا جزيلا استاذ الدكتور حسام الشنوفي استاذ امراض النساء والتوليد جامعة القاهرة الاصر العيني وزميل الكلية الملكية البريطانية لاطباء التوليد وامراض النساء واستشاري تأخر الانجاب والحقن المجهري بمراكز سونرايز للخصوبة شكرا جزيلا يا دكتور كل شكرا حضراتكم مشاهدين على المتابعة للعيادة دايما معاكم بكل جديد ان شاء الله اهلا بكم مشاهدي برنامج العيادة على قناة الحياة فقرة جديدة وموضوع جديد الحقن المجهري بيبقى فشل الحقن المجهري خبر محبط جدا لكلا الزجين الحقن المجهري متطلباته كثيرة تفاصيله ربما تكون مرهقة ايضا تكلفته ممكن انها تكون نوعا ما غالية للبعض وبالتالي خبر الفشل بيكون محبط لكلا الزجين لانه تقريبا بيكون هو ده الامل الوحيد والاخير للزوجين اللي بيعانوا من العقم تكرار فشل الحقن المجهري له اسباب كثير في اسباب الزوجة ربما يكون الجنين كمان لكن احنا في الفقرة دي تحديدا هنتكلم عن تكرار فشل الحقن المجهري بسبب الزوج تحديدا مع دكتور ياسين الفئي استشاري جراحة الذكورة والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للذكورة اهلا بك يا دكتور ياسين اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك ازاي بقى ممكن يكون الحقن المجهري سبب فشله الزوج تمام احنا لما نيجي نشوف الجنين اللي بتكون في الحقن المجهري يعني الجنين اللي بيكونوه في الحقن المجهري علشان يحصل به الحمل ده نطفة بتاعة الزوج ونطفة بتاعة الزوجة فلو الحيوان المنوي المستخدم في الحقن المجهري ده ضعيف يؤدي الى فشل الحقن المجهري بمعنى بمعنى ان ده نص الجنين نفسه من الزوج من الحيوان المنوي فبعض الناس بتعتقد ان هو طالما حصل خلاص يتكون الجنين وتكون تخصيب خلاص الدور بتاع الحيوان المنوي خلص ولكن لا ده هو اصلا في بعض الناس بيحصل عندهم حمل واجهاض لان الحيوان المنوي ده اللي تم بيه التخصيب كان ضعيف فبالتالي الحيوان المنوي الضعيف ده قد يكون هو السبب في تكرار فشل الحقن المجهري عظيم نفهم ازاي كلمة ضعيف يعني تشوهات حركة شكل زي ما حضرتك قلتي كده ضعيف دي بنعرفها منين بنعرفها من فحوصات بتكون دقيقة شوية لان فيه ناس كتيرة بتعتمد فيه اجراء الحقن المجهري على معامل عادية او على فحوصات عادية يعني تحليل سائل منوي في معامل عادي وده للأسف بيدينا صورة غير حقيقية عن الحيوانات المنوية يبقى انا قبل معامل الحقن المجهري لازم اعرف كفاءة الحيوان المنوي ده نفسه يعني لو حركت اتخيالي ان فيه فحص بيتعمل دلوقتي علشان نعرف قدرة الحيوان المنوي على تخصيب البويضة اقدر اعرف من قبل معامل الحقن المجهري هل الحيوان المنوي ده مقدرته على تخصيب البويضة ضعيفة ولا لا فحص ده اسمه ايه اسمه فحص تكسر المادة الوراثية داخل رأس الحيوان المنوي طيب فيه فحوصات تقدر تبين للتشوهات بدقة صح زي ما حضرتك قلتي ان هي الفحوصات بتاعة معامل الخصوبة او معامل الزكورة او معامل الحقن المجهري حاجة بسيطة ان اللي فحص الحيوانات المنوية يقوم الحقن المجهري هو معامل الخصوبة اللي بيعمل الحقن المجهري لكن اللي عمل التحليل اللي الدكتور قال هنعمل به الحقن المجهري هو معامل عادي يبقى من الاولى ومن البداية وده الطريقة المتابعة عندنا في المركز احنا اي انسان بيعاني من تأخر الانجاب بنعمله الفحص بتاع السائل المنوي بتاع معامل الخصوبة عشان من البداية أبقى عارف العدد بشكل سليم الحركة بشكل سليم نسبة التشوهات بشكل سليم ونوع التشوه لأنه مش كل التشوهات زي بعضها حاجة تانية نسبة تكسير المادة الورصية اللي هي قلب الحيوان المنوي هل ده سليم ولا لا لأن فيه ناس كتيرة جدا جدا بيتطلب علاجها الأول قبل ما نسمح له أن يعمل حال مجهري وفيه ناس بنبتدي نعالجه لأنه مش هيحتاج أصلا حال مجهري ده هو لما يتعالج ممكن يخلف طبيعي إيه اللي بيخلي الحيوانات المنوية أصلا بعيفة أو مشوهة أو 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 تمام السؤال ده مهم جدا وده اللي لازم نسعاله في البداية يعني احنا مش بنجيج نقول للزوجين والله أنت ليكوا حالة مجهري وخلاص تمام احنا لأ احنا بنشخص أن دي حالة تأخر إنجاب فأنا عرفت أن تأخر إنجاب نتيجة الزوج بنعرفها منين زي ما قلنا من تحليل السائل المنوي بتاع معمل الخصوبة مع نسبة تكسير المادة الوراسية ونبتدي نحدد السبب بمعنى بمعنى أن أنا بأخذ الزوج ده أنا عاوز أعالجه أعالجه يبقى أحاول أدور على أسباب تأخر الإنجاب أو أسباب ضعف الحيوانات المنوية اللي موجودة عنده عشان أعالجها طيب أهمها أهمها أنه يكون عنده دوالي في الخصيتين درجتها عالية فلازم أفحص المريض كويس لازم أعمله أشعة تلفزيونية على الخصيتين علشان نشوف هل الدوالي اللي عنده دي هي العاملة الضعف ولا لا رقم اتنين أن يبقى عنده خلل في الهرمونات خلل الهرمونات ده أعرفه عن طريق تحليل دم اللي هو فحصات الهرمونات لأن فيه ناس كتيرا بيكون عندها لغبطة في الهرمونات بتاعت جسمها تؤدي إلى ضعف الحيوانات المنوية يعني مثلا فيه ناس كتيرا ما تعرفش أن فيه هرمون الأنوسة لو ارتفع عند الرجال بيؤدي إلى مشاكل في تأخر الإنجاب وده مهم جدا حاجات تانية أن فيه بعض رجال بيكون عنده ارتفاع في هرمون الحليب فيه ناس ما تعرفش كده يعني فيبتدي يحصل عنده مشاكل وبرضه نفس السؤال اللي يجي يقوله هو أنا عندي هرمون حليب هو أنا عندي هرمون الأنوسة أيضا ده حاجات موجودة ونبتدي مجرد أن احنا صلحناها الحيوانات المنوية تتحسن فيه ناس بنقوله بطل تدخين يعني ممكن يجي واحد يجيش في عندي يقوله بطل تدخين ليه لأنه ما عندهش أي سبب تاني غيره نبطل تدخين فيه بعض الناس بيبقى عنده التهابات متكررة ومزمنة نبتدي نعالج هاله فيه واحد يبقى عنده سببين أو ثلاثة من الأسباب دي فنبتدي معه على علاج يبتدي يتحسن الحيوانات المنوية ونسبة كبيرة الحمد لله ما بتحتاجش اللجوء للحقن المجهري آه بيبقى فيه حلول تانية الأول ما بنلجأش مبروحش للحقن المجهري الجراحة نسبة كبيرة من الناس الحمد لله بتتحسن لو واحد عنده خلال في الهرمونات بصبر عليه بعالج الهرمونات بتاعته علشان نحسن الحيوانات المنوية بتاعته في بعض الناس بيكون عنده درجة ضعف جديدة بمعنى أن درجة الضعف بتاع الحيوانات المنوية دي مش هقدر بيها أن أنا أوصل للحمل الطبيعي بس على الأقل أقدر أوصله بكفاءة حيوانات المنوية كويسة علشان يقدر يعمل حقن المجهري وينجح يعني أنا مبارح شايف واحد عمل حقن المجهري 17 مرة وفشل كنت لسه هسأل حقن في أربع دول في أربع دول في أربع دول مختلفة نتيجة إيه؟ نتيجة أن نسبة تكسير المادة الوراثية بتاعته كانت غير طبيعية ودي يعني ما حدش طلب له الفحص هو كل دكتور يروح له ياخده من البداية يعني يروح لدكتور آه طيب تحليل كويس فيه حيوانات المنوية هنعمل حقن المجهري يفشل يسيبه يروح له دكتور تاني رجل لأنه ما يسور فمش فارق معاه طب نعمل نعمل مفيش مشكلة محدش دور يعني هو لو راح لدكتور مرة تانية نفس الدكتور بتاعه يقول له والله طب احنا هندور على السبب بتاع المشكلة طب نبتدي نعالج فهو لما جاء له لأ استنى بقى أنت يعني مش فكرة أنت تعمل نعرف السبب عشان نبتدي نعالج فهي الفكرة كده كانت المفاجأة أن ما حدش طلب له للفحص ده مجرد ما طلبناه والراجل عمله نسب تكسير المادة الوراثية مرتفعة جدا ما كانش ينفع أصلا يعمل الحقن المجهري خالص من البداية لما تعالجوا النقطة دي بالزبط كده حشرحالك بصورة تانية أيه كنت لسه أسألك معناها ايه يعني ايه تكسير المادة الوراثية تمام هقول لحضرتك هي الفكرة ايه احنا عندنا رأس الحيوان المنوي بيكون فيها الحمض النووي أو المادة المسؤولة عن التخصيب دي المادة اللي بتتحد مع النواة بتاعة البويضة علشان يحصل انقسام ويتكون الجنين فهي المادة دي لو نفسها المادة دي متكسرة زي واحد مثلا عمل حدسة رجله كسرت هاي يدري يمشي؟ لأ طب لازم يحصل ايه أعالجوا الاول عشان يدري هي نفس الحكاية في الحيوان المنوي المادة دي متكسرة مش قادرة تعمل التخصيب فحتى لو خصابت شوية حيطلع جنين ضعيف هتلاحظيها بقى في ناس تيجي تقولك ايه في ناس بتبان مش في الحقن المجهري لا في حياتهم العامة ازاي؟ ازاي ان هو تيجي تقولك ست انا وجهدت تلات اربع مرات ويعمل فحص هو ده المشكلة ست بحصل لها اجهاض متكرر وتبتدي الست بقى تقعد تعمل فحوصات وقشعة بالسبة ومناظير وهو مشكلة بس ان الحيوان ما انا وضعي كتير يعني انا ليه طبيب دكتور زميلي جاني ماشي قال لي بص انا بنتي متجوزة بالها سنة حصل عندها اجهاض تلات مرات البنت يعني تعبنة جدا وارهاق ونزيف كتيرة يعني قال لي انا خلاص ليه؟ لان جوزها عنده تشوهات في الحيوانات المنوية قال لي انا خلاص انا بقى انا قلت البنتي تاخد حبوب ما انا حامل لانه مش هينفع تحمل مش هسيب انا تحمل وتصال تاني بنت مرهقة تعبنة جدا طبعا طبعا قال لي انا خلاص انا جايبه عشان يتعالج والحمد لله كان كل المشكلة بس ان الراجل عنده خلل في الهرمونات بجرد ما تزبط الهرمونات قال لي يعني خليها تبطل قلت له خليها تبطل بس الحبوب والحمد لله بسم الله ما شاء الله يعني ولدت دلوقتي ده من فترة هي الفكرة كده الفكرة ان احنا لما عارفين السبب ونبتدي نعالجه لا بنوصل للصح حالة تانية كان عندي زوجين هي دكتورة دكتورة من دكاترة النساء بعاتتهم لي تأخر في الانجاب سبع سنوات سبع سنوات ومش عارفيني وصلوا لحل يعني الراجل جاني بيجيب لي التحليل اللي عادية التحليل كلها سليمة فاش مشكلة طول ما عليش هسأذنك هنعمل الفحص ده في معمل اجن عملنا الفحص بتاع نسبة تكسير المادة الوراثية نسبة تكسير المادة الوراثية عنده كانت نقل لي 47% دي نسبة عالية طب نسبة عالية نسبة بتاعت التكسير مفروض ما تزدش عن 25% من بعض الاحيان بنتجاوز لل30% طيب كان سبب عنده ايه كان سبب عنده دوالي بعد العملية بحوالي 4 شهور زوجة حمل الطبيعي كانت مفاجأة طبعا هي طبعا بعد ما حملت راحت لدكتورة نيسان انا عرفت الخبر من دكتورة نيسان انها بتشكرني ان الحالة فعلا كانت مشورتها لها صح والحمد لله تحسن معين الناس كلها كانت بتشوف زوجها تقولوا لا انت طبيعي وتحليلك كويسة ولكن ليه لان محدش عنده الشجاعة ان يطلب له التحليل بتاع تكسير المادة الوراثية محدش عنده الخبرة انا عارف التحليل ده بتعمل فين مش كل الدكاتر حتى عندهم الواعي ده او الواعي ده دي حقيقة لان التخصص الدقيق هو اكتر واحد ممكن يفيد الانسان صحيح صحيح زي اي حاجة يعني زي ما انا مثلا عاوز اعمل عملية يعني بعد الشهر عن اي حد في عيني لازم اختار واحد في واحد بيشتغل في شبكية في واحد بيشتغل اه مش رمض وخلاص مهيش رمض وخلاص هي نفس الحكاية كده ده كاترة ده كاترة زوجورة لها شغلها ده كاترة النسا في ناس على فكرة رجالة كتير بتعتمد في علاجها على دكتور النسا ان هو بيروح مع زوجته الدكتور يطلب له تحليل سالم لا ده انت عندك تشوهات يكتب له 4-5 فيتامينات ملايش اي تقدم وبعض الدكاترة كمان بتاع النسا بيكتبه بيكتبه هرمونات وحاجة طبعا هو ده مش ده صحيح الناس بتعاني نتيجة ان هو ما بيلجأش للدكتور المتخصص اللي ممكن يفيده حريك قلت الحالة اللي هي فشلت 17 مرة دي امتى تقوله يا جماعة لا الرقم ده خلاص كده نوقف نوقف حقن مجهاري حتى ولو فترة لما نشوف التحليل احنا بنشوف التحليل لا ما اسمحش المريدي انا ما اسمحش المريدي ان يكرر الحقن المجهاري غير لما يتحسن احنا فيه اوقات المريض عندنا بياخد وقت على ما يتحسن المريض بيبقى مستعجل طب اعمل حقن المجهاري اقول له لا هنصور لسه ما تحسنتش انك فيه ناس بتاخد ثلاث شهور فيه ناس بتاخد ست شهور فيه ناس بتاخد تسعة شهور الزكورة من التخصصات اللي بتحتاج صبر شوي ولو الدكتور والمريض ما عندهمش صبر هيخساره الحل بالفيتامينز زي ما حضرك قلت في الطبيب الغلطان ده لا هي الحل في ايه حل دايما ان انا دور على السبب وعلم يعني ان انا لو انا دكتور كويس هقدر ادور على السبب واعرفه ايو قضي بالفيتامينز ولا لا مش فيتامينز اه الفيتامينز دي لها دور بس لها دور محدود يعني يعني لو واحد عنده دوالي هل هتدي له فيتامينز لا يبقى تشيل الدوالي لو واحد عنده خلل في الهرمونات هل هتدي له فيتامينز لا هازبط له الهرمونات بالعلاج اللي يزبط الهرمونات بتاعته لو واحد عنده التهابات هل علاجه الفيتامينز لا ده علاجه ان انا عالج التهابات بالمضادات الحيوية ومضادات الالتهابات طيب امتى الفيتامينز يبقى ليها دور في الناس اللي بيكون مثلا مدخن ومدخن شاره او مش شاره يعني اي مدخن لان ده لي تأثير سلبي التأثير ده بنحاول ان احنا نقلله رقم واحد انه بطل التدخين رقم اتنين ببعض الفيتامينز ومضادات الاكسادة اللي بتحسن من حالة الجسم عامة وبالتالي يديني بعض التأثير الايجابي على المريض ده ولكن فيه ناس كتيرة بتعتمد ان الموضوع فيتامينز وخلاص ولكن ده للأسف مش مش صحيح لان كمان قلي بالك دلوقتي بقى فيه تطور شديد في الفيتامينز وتطور في اسعار الفيتامينز بشكل مبالغ فيه يعني بقى ارقامها مزهلة فبقت امر مكلف فلو انا ما حطتهاش في اطارها صحيح لا انا هبقى بكلف المريض ما لا يطيق صحيح تجارة بقى طيب دكتور ياسين بين كل فترة يعني بين كل حقن مجهاري وحقن اخر يفضل مدة زمنية قد ايه طيب احنا هنقول مش حكاية مدة زمنية قد ايه ولكن يفضل اننا دايما احسن من حالة يعني لو سيدة عندها مشكلة وبويضاتها طلعت وحشة اكيد دكتور نيسة بتاعها هيقولها لا لا خلينا ناخد علاج الاول نحسن البويضات الزوج نفس الحكاية ان انا لو شايف ان تحليل تحليل بتاعي كان كويس بس ما كانش موافق لا انا ابزل مجهود ان انا احسنه اكتر فهمتني يعني ده وده وده اللي بنشوفه يعني في حالات كتيرة انا احكيلك على قصة سيدة يعني الست دي كانت عاملة حقن مجهاري اربع مرات وفشلوا والاربعة مع نفس الدكتور وفي نفس المركز يعني هي دكتور بتاعها راجل ممتاز والمركز مركز كويس وعمل الاربعة وفشل فهي الزوجة بتعمل حقن مجهاري اللي انا عارف ان الزوجة عنده مشكلة فابتدت تدور وتقول طب ما اكيد يعني انا مش هكرر نفسي للمرة الخامسة ما انا حجيب ايه جديد يعني الزوج يتعالج في ايه فابتدت تدور وتشوف مين الدكتور اللي ممكن يساعدوها فيعني الحمد لله بفضل الله هي لجأت لي فابتدت اشوف الزوج اه التحليل بتاعه فعلا في مشكلة وفرصة انه ينجح به الحقن المجهاري ضعيفة فاحنا بتدين ندور على الاسباب الرجل كان عنده سببين سبب الاول انه كان عنده دوالي من الدرجة التانية والسبب التانيين عنده خلل في الهرمونات الرجل طيب ده احنا عملنا الدوالي وعملنا صلحنا الخلل بتاع الهرمونات والحمد لله تحسنه تحسن تحسن كويس جدا بس برضو دي كانت من الحالات اللي صعب فيها للحمل الطبيعي ولكن احنا بنحسنه عشان يعمل الحقن المجهاري عملت الحقن المجهاري بتاعتها لما احنا قلنا لها اه ان الامور احسن والامور تحسنت عملت الحقن المجهاري مع نفس الدكتور للمرة الخمسة وفي نفس المركز للمرة الخمسة وينجح الحقن المجهاري الحمد لله اللي فرق معها ايه؟ فرق معها ان زوجها تعالج والتحليل بتاعه تحسن وفعلا بقى مناسب للحقن المجهاري شكرا لك يا دكتور دكتور ياسين الفئي استشاري جراحة الذكور والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للذكورة شكرا لك يا فندم والشكر موصول أيضا لكم مشاهدين الكرام ودائما نخليكم معنا في العيادة على قناة الحياة أهلا بحضراتكم مشاهدين ببرنامج العيادة مشاكل الحياة الدايت مشاكل كتيرة وعديدة خاصة لو احنا ما اتبعناش النظام الغذائي والصحي الجيد واللي بيكون مع الأطباء والمتخصصين النهاردة هنتكلم مع حضراتكم عن الاضطرابات اللي في الجهاز الهضمي واللي ممكن تنتج من الدايت الخاطئ الامساك بالتحديد أو الامساك اللي قد يؤدي الامساك مزمن لو ما تعالجش صح ولو ما عرفناش الأسباب الحقيقية اللي ممكن نتباحها من أنظمة غذائية غير صحيحة هتنتج من شكل كتير جدا من نظام الدايت دكتور مية عبداللطيف أخصائية التخذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة لدى شركة OnTarget Pharma هتكلمنا النهاردة عن المشكلة دي أهلا بك يا ده أهلا بك من ورانا في العياد ويسيدة نورك المشاكل اللي ممكن تنتج عن الدايت مش بنتكلم بس عن نحافة أو ممكن مخسرناش الوزن بتاعنا بشكل كافي أو محقق ناشط Target بتاعنا زي OnTarget كده مش هي دي المشاكل خاص أكيد مشاكل كتيرة جدا ومشاكل ممكن تؤدي إلى اضطرابات في جهاز هضمي اضطرابات في جهاز تناسولي مشاكل كتيرة جدا ممكن تحصل من الدايت الخاطئ النهاردة نخص حلقتنا في الحقيقة لأن احنا جات لنا تساؤلات كتيرة حول الموضوع ده لإمساك المزمن اللي ممكن ينتج من الدايت الخاطئ حكي لنا بقى عن الموضوع ده أول حاجة عايزين نبقى عارفين إن الإمساك ده يعني عرض وليس مرض يعني إيه يعني أنا جسمي بيحاول عايز يوصلي رسالة أو بيديني إشارة إن أنا في حاجة غلط بعملها هي اللي قدت إلى المشكلة دي فالإمساك أعراض بتظهر على الجسم عشان أبدأ أخلي بالي سواء بقى من اللايفستايل بتاعتي أو بالنوع الأكل اللي أنا باكله دايما زمان كانوا بيقولولنا إن المعدة هي بيت الداء يعني إيه يعني لو أنا حمض المعدة بتاعي مش قوي لإن الحمض المعدة ده هو اللي بيهضم الأكل هو اللي بيساعد على إن هو يروح للأمعاء وبعد كده تحصل عملية الإخراج فلو أنا حمض المعدة عندي مش قوي ساعتها زي ما قلنا الأكل مش هيتهضم هينزل للأمعاء مش مهضوم وهيفضل فيه وقت طويل وبالتالي هيتعيب للقولون وهيؤدي لمشكلة الإمساك برضه بس إحنا عايزين نقول حاجة إنه أنا مش لازم يعني هو الإمساك يعتبر عرض مهم جدا لو أنا اتبعت نظام غذائي غلط بس هو مش بيعتمد بس على الضايت وفي حاجات تانية بتأدي إلى الإمساك يعني مثلا زي الاسترس ده من أكتر الحاجات اللي ممكن تأثر وتعمل للجسم حالة إمساك ده ليه علاقة بالجهاز الهضمي القولون مثلا ممكن نقول صح؟ مش القولون هو دلوقتي في حالة الضغط أو الاسترس لما الإنسان بيتعرض لتوتر فيه هرمون بيتفرس في الجسم اسمه الأدرينالين الهرمون ده بيساعد على تبطيق حركة الأمعاء فبالتالي الأمعاء يعني الجهاز الهضمي كله مش هيشتغل كويس فهيقدي إلى مشكلة الإمساك آه فيقدي بقى إلى أعراض زي الإمساك طيب ممكن الدايت يعملي إمساك؟ أكيد هو واحد من الأسباب زي ما احنا قلنا وقلنا الأسباب التانية بيقوله زي الاسترس ما بلعبش رياضة ما بشربش مياه كتير أكل كله بيعتمد عن نشوياته ده طبعا غلط فعشان كده احنا بنلجأ لنظام غذائي صحي عشان بنوع في الأكل عشان نتجنب مشكلة زي مشكلة الإمساك بنتكلم عن ممكن أخد الدايت بتاعي من شخص أو من آخر عن طريق النت واللي بقى طبعا فيه أشكال وأنواع من الدايت قد إيه ده ممكن يأثر على صحتنا بشكل سلبي خاصة أنا وأنا بتكلم عن عرض مزمن وصعب جدا زي الإمساك مثلا طبعا زي ما هيك قلت إن فيه أنواع كتير قوي فأنا لو ما روحتش لحد مختص هو ده بقى هدفنا في شركة أونتارجت فيرما إن إحنا كفريق طبي بنعامل كل عميل على حسب الحالة الصحية بتاعته على حسب هل بيشتكي من أمراض معينة يعني مثلا اللي عنده إمساك فيه ناس تانية مثلا عندها أنيميا بنتعامل بنظام غذائي ده غير ده فلازم مش أي حد ما ينفعش يدخل على النت ويكتب دايت ده سهل قوي ممكن نعم بس هفقد فيتامينز مينيرولز هفقد عضلات صحتها تتعب وده هدفنا إن إحنا بنحافظ على صحة العملة اللي معنا وطبعا يخسوا بس الأهم صحتهم هي اللي تبقى كويسة الوجبة الصحية لازم تبقى متكاملة علشان لو نقصت عنصر عن عنصر هيعمل عرض زي ما بنقول النهاردة يعني بنقول الإمساك لأن يعني هو عرض ممكن يكون شائعة في أنظمة الضايد الغير صحيحة لازم جبتي تكون متكوينة من إيه إيه لي عناصر اللي تخليني إن أنا هيكل واجبة صحية متكملة ما تعمليش أي عرض هو أول حاجة إحنا طبعا بنعتمد على التنوع في الأكل وكمان بنعتمد على إن أكلي يبقى فيه فايبرز كتير اللي هي الألياف لأن الألياف بتحب الميا وبالتالي هتساعد على تحسين حركة الجهاز الهضمي وحركة الأمعاء كويس أيضا فدي أول حاجة إحنا لازم نعتمد يعني نكتر خضار الخص البقدونس دي من الحاجات الممتازة إن هي بتساعد على ليون ورقليات بالضبط مية كتير طبعا دي من الحاجات المهمة ونحاول بقى نقلل النشويات عشان هي دي برضو بتبقى سبب رئيسي إن هي تقدي إلى مشكلة الإمساك طيب عارفين طبعا شركة أنتارجيت فارما يعني هي شركة متخصصة في التغذية العلاجية يعني والتخسيس بشكل صحي والعلاج السمنة والنحافة والتفاصيل دي مهمة كمان نقول إن فيه كورسات حضراتكو بتقدموها لكل اللي عندهم سواء سمنة مفرطة أو حتى الجزء الثاني الخاص بالنحافة إيه التفاصيل الخاص بالنوضوع دي إحنا عندنا يعني منتجات كتير بالحمد لله إزاي ما قلت حيك إحنا هدفنا إن إحنا بنحافظ على صحة العمل بتاعتنا وكمان إن إحنا طبعا نخصصهم إحنا عندنا منتجات كتير بتزود بنزود البيتامينات بنزود مناعة الجسم وطبعا بتعمل على سد الشهية مثلا عندي زي مشكلة الإمساك اللي إحنا بنتكلم عنها النهاردة دي إيه الحاجات اللي أنا ممكن أستفيد منها عندي في الأدوية اللي في الشركة كورس الأناسيليم الأناسيليم ده يعتبر من يعني أول حاجة مهمة لازم أضفها جنب النظام الغذائي بتاعي ليه بقى؟ لإن الأناسيليم ده فيه فيبرز وطبعا زي ما إحنا لسه قيلين إن الفايبرز بتحب المية فبالتالي هيحسن لي الجهاز الهضمي هيحسن حركة الأمعاء هيمنع عندي مشكلة الإمساك وكمان غير كده إن الأناسيليم فيه بوتاسيوم وسوديوم ودايما الاتنين دول يعتبر من المينيرز اللي مهمة جدا اللي بتساعد على تنشيط حركة الأمعاء عندي فأنا حفزت عليكت مشكلة عندي خسينا بشكل صحي إلى جانب طبعا الأناسيليم بيسد الشهية فخسينا بشكل صحي حفزنا على صحتنا عليكنا مشكلة مزمنة بكلها حاجات طبيعية كويس جدا الكورس فيه أكتر من نوع من الكورسات حياتك كلمتي على الأناسيليم وهو طبعا عبارة عن فايبرز وبتملى المعدة بتديه إحساس بالامتلاء هل فيه كورسات تانية مختلفة تناسب أوزان؟ آه طبعا فيه حاجات كتير فيه مش بس اللي نحن بنخسس فيه حاجات برضو للتثبيت لو ناس مثلا وصلت للهدف بتاعها فخلاص عايزيني يثبتوا فبنديهم كورسات تثبيت فكل حالة على حسب إحنا اللي بنرشح لها الكورس من خلال إحنا طبعا بتواصله معينا أونلاين وبنبدأ نتكلم ونعرف مثلا الوزن هل فيه سمنا هل فيه نحافة وبنبدأ نرشح لها الكورس والمناسب لصحتها برضو حلوي جدا أوقات يعني فيه بعض الشائعات حول أن النحافة ممكن ديكون من أهم الأعراض اللي بيتعرض لها الشخص النحيف هي الإمساك هل الموضوع ليه علاقة فعلا؟ هو ليه علاقة أكتر بنوعية الأكل لو أنا نوعت في أكلي حطيت فايبرز كتير شربت مية بعضت عن الاسترس لعبت رياضة كل الحاجات دي سواء بقى في السمنا أو النحافة كل دي حاجات هتخليني أتجنب مشكلة الأمساك كويس قوي طيب هل فيه أكلات يا دكتور معينة بتمنعوها بتسبب بالأمساك أو الناس بقى اللي عندها عشان خاطر نتخلص من القصة دي دايما كده معروف عندنا محنا صغيرين بنأكل الطفل مثلا أكل معين أو توازن معين في الأكل علشان يديني يعني سلامة في الجهاز الهضمي تمام فهل فيه برضو نظام معين للشخص بقى العادي هو أكيد احنا فيه حاجات بتبقى لستة كده ممنوعات للشخص اللي عنده بيعاني من مشكلة الأمساك أول حاجة يبعد عن السكر عن العيش يعني النشويات يقلل منها طبعا يبعد عن عندنا مثلا الكروم الأرنبيت البروكلي كل دي حاجات بتتعب الجهاز الهضمي فاحنا لازم نريح شوية الجهاز الهضمي ونبعده عن الحاجات دي وبنزود له بقى حاجات أكلات فيها فيبرز مع الكورس المناسب لي عشان يعني نتغلب على المشكلة أو العرض لأن احنا زي ما قلنا هو عرض وليس مرض أعتقد كمان يا دكتور الحاجات اللي فيها توابل أو البهرات الشطة أو الحاجات دي كلها بتتعب الجهاز الهضمي أكيد أه أه طبعا طيب الناس قدر تتواصل معاكو إزاي؟ عن طريق الأرقام اللي زاهرة عندنا على الشاشة وفي عندنا الأوفيشيال بيجز بتاعتنا على الإنستجرام والفيسبوك والبيج بورده بتاعت دكتور نهاي الحافظ الأوفيشيال بيجز اسمعها إيه؟ عن طارجت فارما ودكتور نهاي الحافظ كويس جدا في ناس بتتابع يعني بتقدر تتواصل مع الناس هل ممكن يعني تاخد الدايت أونلاين مثلا أكيد أه ما هو ده إحنا في الشكل يعني فيه الطريق الطبي بتتابع أونلاين عشان طبعا فيه ناس ما بتبقاش مثلا عندها القدرة أو الوقت إن هي تروح أماكن فبنتابع معها أونلاين بناخد الهيستري بتاعتها كل حاجة بتعمل نشاط ما بتاعت عندها أمراض يعني بنعمل كل عامل للبروفايل بتاعه عندنا فبالتالي بقى بنبدأ نزبط له النظام الغذائي بتاعه وكمان بقى نشوف الكورس المناسب لي فبقول حددتك يا دكتور أهم مرحلة بعد ما خلصنا طبعا الوزن المطلوب واللي بتاخد أكيد وقت على حسب طبعا الميزان يعني أهم مرحلة تثبيت الوزن والمتابعة بتعملوا إزاي على ده يعني الناس اللي عندها بروفايلز ومسجلة معاك وبقالهم فترة بتتابع معاك كل حد ما خصت الوزن المثال عشان تحفظوا بقى على الكنز اللي حصل ده بتعملوا إيه؟ إحنا في الأول عندنا في الشركة أهم حاجة إن إحنا بنهيئهم نفسيا إن إحنا مش الهدف بتاعنا إن إحنا نخص كم كيلو وبعد كده نرجع للن إحنا بقى نبوز فأكلنا ونأكل اللي إحنا عايزينه فهما بيبقوا خلاص بعد ما يعني وصلوا للوزن اللي هما عايزينه بيبقوا هما تبسطوا بصحتهم بشكلهم فهما بيبقى خلاص عندهم إحنا مش عايزين نبوزن عايزين نكمل على نفس اللايف بتاعتنا دي فبنبدأ نزبط لهم بقى النظام الغذائي بنفتح مثلا لو إحنا مقللين شوية الكربس اللي هي النشويات نزودها شوية يعني تبقى يعني لستة النظام الغذائي بتبقى يعني أكبر شوية من الأول فهما بيبقوا أصلا خلاص اتأهلوا نفسين هما عايزين هما حابين كده مع فكرة الاتباع على النظام الخاص بالأناسيليم أو الكورس الخاص بالأناسيليم واللي معنا دلوقتي عزة عندها تجربة مع الأناسيليم هتقول لنا عملت إيه وخصت قد إيه زيك يا عزة أهلا بيك زيك يا حبيب أهلا بيك احكي لنا احكي لنا على تجربتك مع شركة OnTarget Pharma كورس الأناسيليم فرق معاك قد إيه وقد إيه حفزك أنك تخصي بشكل أسرع أنا حابة أحكي على تجربتك بصراحة لو كنت تعبانا جدا كان عندي حاجات عن مشكلة الجامدة على الرئة وكان عدتنا وزن مية واثناشر بما الحمد لله يعني جدا ألاسيليم ما شاء الله باتي وزن تمئين واثنين كويس جدا ده في خلال قد إيه يا عزة خلال ست سبع شهور يعني ست سبع شهور ده طبعا لإنك أنت بتعاني من مشاكل في الرئة زي ما أنت قلت آه كانت عندي مشكل جامدة على الرئة وكرة وعذرة القلب بكوش قد أقدر أمشي ولا تحرك بس ما شاء الله كويس الحمد لله يعني بقى كويسة جدا ودكتورة شايمة الله صلى حالة يعني يعني تبتتبعنا على فيها يعني يعني كل أسواك تبتتبعنا على فيها كويس قوي طيب الكورس فايدك قد إيه ساعدك بنسبة قد إيه وزي قدرتي أنك تعملي مثلا معاه كنترول كده على نفسك في الأكل أنا كنت ماشي على النظام برضو معاه فتبقى شهور يعني تبعتني النظام على فرحة الوط طيب كويس قوي طيب كويس قوي الحمد لله صحة الحمد لله بتعني الأول وقت بطلع السلام عادي وبرفه وبخرج ومش إيه حدا الحمد لله كويس جدا بشكرك جدا على مدخلتك يا عزة وليس يا دكتور كنا بتكلم في موضوع الكورس الأناسيليم هو كورس مهم جدا في حالات الوزن اللي هي بتبقى زيادة شوية يعني عزة بتقول إن هي كانت 112 كيلو فطبعا يعني وزن كتير على صحتها وأثر بقى عليها وعندها مشاكل في الرئة الناس بقى اللي عندها المشاكل العضوية دي أو الصحية الكبيرة قد إيه ممكن الكورسي يفيدها في المنطقة تيب الزياد تمام أول حاجة عايزين نشكر دكتور شايماء من شركة OnTarget Pharma على مجهودة ومتابعتها معيها عايزين بقى نعرف كورس الأناسيليم أنا باعتبروا إن من الحاجات المهمة الأساسية اللي لازم بدعم بيها مع النظام الغذائي اللي أنا بعمله لأنه هو كله عبارة عن حاجات طبيعية بيساعدني جدا إن هو بيقفل الشاهية إن هو زي يعني هو بيعمل بولكينج بينزل في المعدة بينفش وبيشغل حايز كبير من المعدة فبالتالي ده يعتبر البديل الأأمن والطبيعي لعملية بلون المعدة فدلوقتي فيه كمان زي ما احنا قلنا إن فيه فيبرز بهية اللي بتنفش في المعدة وبتسد الشاهية غير إن هو آمن جدا لأصحاب مرض السكر وكمان لأصحاب مرض الضغط والأطفال فهو من المنتجات فعلا كلها حاجات طبيعية اللي بعرف أدخلها مع أي حد بيعاني سواء بقى زي ما قلنا مرض ضغط سكر أطفال بعرف أستخدمه في كل الحالات تقريبا يعني ده ممكن يغنيني عن العمليات وعن فتح البطن وعن المشاكل اللي ممكن كمان تنتج عليه بعد العمليات أكيد أو طبعا بيديني إحساس بالامتلاء أكيني بالضبط عاملة بلون المعدة بالضبط يعني إحنا مثلا بدل ما ناكل طبق روز هاكل نصه كالت باكل مثلا متعودة أخد نص فرقة كل مدى بيبقى حجم المعدة بيصغر صح على حسب ما إحنا يعني المعدة متعودة بتتمدد وبتكشف فأنا لما بدخل لها كميات أكل خاصة هي بقت متعودة على كده كل شكرا لدكتور مي عبداللطيف خصائية التغذية العلاجية وعلى جسمنة والنحافة لدى شركة انتارجت فارما شكرا جزيلا نشكر حضراتكم ومشاهدين ودايما معاكم بكل جديد في العيادة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة